موسيقى أهلا ومرحبا بكم معنا ومشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي بين قوسين بين قوسين لهذا الأسبوع يناقش مفهوم السعادة بحسب المعايير الدولية للأمم المتحدة سمعنا في السنوات الأخيرة عما يسمى بتقرير السعادة أو مؤشر السعادة العالمي أو يوم السعادة العالمي جميعها تصب في نقطة واحدة وهي وضع بعض من المعايير التي تطبقها الدول ربما على مواطنيها وعلى المقيمين على أراضيها حتى تلمس أقصى درجات السعادة وجدنا في تقرير العام 2023 بأن فنلندا تحتل المركز الأول العام السادس لها على التوالي لماذا فنلندا تحديدا؟ ما هو سر السعادة لدى المواطن الفنلندي؟ أم هي مهارة يكتسبها وتعود عليها الشعب الفنلندي وأصبح متصالح مع هذه الحياة؟ وأصبحت أسباب السعادة لديه هي أسباب متواجدة عند الجميع ولكن يعلم جيدا كيف يستغلها ويستخدمها في ذات الوقت لدينا على مؤشر السعادة العالمي دول تنحدر مستوياتها المواطن فيها غير سعيد وغير مسرور في حياته فإلى أي حد اليوم نحن عربيا قريبين من مستويات السعادة العالمية أو مستوى فنلندا للسعادة؟ يسعدنا أن يكون معنا في هذه الحلقة دكتور سمير عبد الفتاح وهو العميد السابق للمعهد العالي للخدمة الاجتماعية أهلا ومرحبا بك معنا دكتور سمير أهلا بك أهلا وسهلا قبل أن نخوض في تفاصيل المؤشر والمعايير اللي بقيسة أنا بدي أسأل كيف تستطيع دولة ست سنوات وراء بعض أنها تأخذ الصدارة في سعادة شعبها؟ شو هو سر السعادة في فنلندا؟ يعني أولا دولة فنلندا دي دلوقتي هي الدولة الأولى عالميا بقالها ست سنوات مش سنة وبعدين في سنة هي ما أكسرتاش لا ده بقالها ست سنوات يعني بتقبها الدولة الأولى في العالم اللي هي فيها السعادة المفهوم السعادة اللي هو بيعمله ده بيقبها كل دولة من الدول فيها حاجات فيها مجموعة من المعايير لازم تقبى موجودة فيها ولازم يقبى فيه الأفراد بتاع الشعب عندهم مهارات عالية جدا لاستخدام هذه المعايير علشان يقبوا الدولة الأولى في العالم نعم طيب دكتور قبل ما نقول أنه الأفراد يجب أن يكون لديهم معايير وأنا أتفق معك الكل يعتقد عندما نطرح موفوم مؤشر السعادة أنه دولة موفرت له هذه الاحتياجات يتوفر لديه المال الكثير الدولة تقوم بكذا وكذا وكذا ولكن عندما خط في التقرير وجدت أن الموضوع لا يتعلق بما توفر الدولة وهو ليس أمر أقول أنه سهل بالعكس هو شيء مطلب مهم ولكن هو أيضا يعود على تدريب المواطن تحديدا في فنلندا كيف يتعامل مع الواقع كيف يلامس الواقع بأدوات مرنة وواقعية جدا وبالتالي مفهوم السعادة هنا لربما لا أدري دكتور توافقني فيه أو لا لا يقع كامل على أسباب مادية أو معايير مادية فما هي المعايير المعنوية التي يمكن أن نكتسبها بالمهارات وتخلق لنا السعادة يعني من المعايير الدينية دي أو الأخلاقية الشعب كله بيتقبل بعضه في علاقة واطيضة بين كل الأفراد على المعايير اللي بتتحسب عليها مفهوم السعادة زي مثلا العلاقات بين الأفراد الحب اللي موجود بين الأفراد على أساس الأفراد دول عندهم مهارات عالية جدا في استخدام هذه المعايير الموجودة دوليا المعروفة ما دعم بالظبط زي ايه يعني دلوقتي لو احنا جبنا رسالة مجسير أو رسالة دكتوراه في داخل أي جامعة الرسالة الدكتوراه بتدول حواليه موضوع معين الموضوع ده لابد أن يكون فيه مهارات معينة حوالينه حواليه عشان نقدر نشوف نطلع بنتائج لهذا الموضوع هنا نفس المفهوم السعادة العالمي بيقبأ موجود موجوع مجموعة من المعايير المعايير دي بتقبأ الصحة العامة في ايه الانتاج شكله ايه بالنسبة لكل فرد مش هيبأ واحد نايم وواحد بيشتغل لا كل الأفراد بتقبل إنتاج الموجود في داخل الدولة التعليم المفهوم التعليمي التعليم اللي موجود في داخل هذه الدولة منتشر ازاي بين الأفراد وبين بعضها البعض عشان نقدر في النهاية نقول إن هنا مفهوم السعادة تحقق يعني أما نيجي عن البلاد العربية هنجد أن مفهوم السعادة خدت بالي حضرتك يعني في السعودية دي مفهوم السعادة فيها هي الدولة التانية عربيا لكنها الدولة عالميا 33 عالميا في مفهوم السعادة أما نيجي لكويت الكويت 81% فيها مفهوم سعادة نعم دكتور الإمارات العربية هي الدولة العربية الوحيدة اللي قالت اللي اتكلمت عن مفهوم السعادة هي اتكلمت عن وزارة ما يسمى بوزارة أيضا عينت وزير للسعادة ووزيرة للسعادة عمل وزير للسعادة العربية ما فيش دولة عملت وزير للسعادة في العالم العربي غير الإمارات العربية لأنها تؤمن بأن عوجة مفهوم السعادة مفهوم واسع لكل الأفراد وكل المواغدين عايشين على أرض البلد في معايير متعددة التعليم من ناحية الصحة من ناحية الإنتاج من ناحية العلاقات الإنسانية بين الأفراد وبعضها البعض نعم دكتور أوافقك بأن وجود دولة دون الأخرى تراعي معايير السعادة هذا أمر مهم أو تعين وزير للسعادة حتى مؤسسات الدولة لديها قسم الإسعاد إسعاد المواطن أو المتعامل يعني لو ما عجبتك طريقة الخدمة التي نقدمها يمكنك أن تتقدم بشكوى وننشد سعادتك وليس رضاك في فرق بين الرضا وبين السعادة يعني تخرج وأنت سعيد لا يوجد هم لديك أنتقل الآن إلى بعض من المعايير التي ذكرتها دكتور سمير وأقف على عمر الفرد يعني متوسط عمر الفرد وجدت مؤشرات السعادة أنه مهم جدا ولكن أنا عندي سؤال هو هل يكفي أنه أنا يكون عمري طويل لكن في العمر الطويل أنا مريض وأنا تعيس وأنا أعاني ولا هو الفكرة عفوا في هذا التعبير وهذا أمر نسبي ممكن الإنسان يعيش ستين أو خمسين سنة لكنها من أروع سنوات حياته وممكن تسعين سنة لكن كلها عذاب وكلها مرض وكذا فخلينا نغير المفهوم بدل متوسط عمر الفرد نقول جودة عمر الفرد ما رأيك؟ أفضل يعني هو أفضل لأن متوسط عمر الفرد أي متوسط المتوسط هو شاب ولا هو كبير ولا هو صغير ولا هو أي بالزبط لكن لما كل المفهوم اللي ساعتك بتقولي هذا أفضل بكتير جدا لأن ساعة مختارة وزارة دولة الإمارات العربية وزير للسعادة هي تريد أن يكون كل فرد يعيش على أرض الإمارات العربية خدت بالك عنده مفهوم السعادة عالي يعني يكتسب من حاجات كتيرة جدا يعني لابد أن يكون منتجا لابد أن يكون متعاونا لابد أن يكون متصالحا مع نفسه ومع الآخرين لابد أن يكون بأدوار متعددة يشهد لها الجميع يشهد بقى مش عاوزين نقول متوسط حمر الأفراد لا ده عاوزين نقول المعدل الطبيعي للفرد واحد عيانه وبيشتغل كويس جدا يبدأ نقول ده نبعده ونوديه عند متوسط حمر الفرد لا يصلح لازم يبقى منتج محب غيور على المصلحة متعاون يعني شكور يعني حاجات كتيرة جدا عند الأفراد في هذا الأمر دعنا نقسم حديثنا بين المتطلبات المادية والمعنوية التي ستخلق السعادة والتي ربما تبعد بعض من الدول عن أن تكون في مراتب متقدمة على هذا المؤشر وأنت ذكرت نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وهذا يعني أنه يشعر بالعدل أنه تتقسم منتجات الدولة التي ينتمي لها ويحمل باسبورها عليه يعني بشكل مناسب أيضا حرية اتخاذ القرار أمر موجود أيضا عدم انتشار الفساد والجريمة وغيرها أيضا هذه أسباب الأمن لوحده أيضا حتى قيل أنه فنلندا لغت كل السجون لديها وبالتالي هو مش معناته ما فيش مجرمين الإنسان بالفطرة عنده في ناس يعني عندها ميول للجريمة وبالتالي تحتاج إلى إيقافها واتخاذ العقوبات بالشأن ولكن أن تصل إلى هذه القناعة معناته يوجد لديها أسباب دكتور تمنعها من أن يعني تمنع الحرية عن الفرد اسمح لي عربيا ما الذين افتقدوا من لغة مادية مادية وليست معنوية في تحقيق السعادة للفرد يعني أولا إحنا البلاد العربية تفتقد حاجات كثيرة جدا مش حاجة واحدة حاجات كثيرة جدا علشان نقدر نصل إلى المفهوم الحقيقي للسعادة العالمية نفتقد الموضوع البلاد العربية من البلاد العربية تلاقي فيه خلافات دائما بين البلاد العربية خلافات دائما موجودة بين الأفراد خلافات دائما بين الجميع في البلاد العربية بيجري حول المادة عاوز مادة وعاوز فلوس كلها فلوس والفلوس دي لا تصلح أبدا لمفهوم السعادة مفهوم السعادة ده لا يحتاج إلى المال فقط لا يحتاج إلى العلاقات الإنسانية الطبيعية المتعارف عليها من الدين خاصة الشعوب العربية اللي أكثروا تدينا هنجد أن مفهوم السعادة هناك ممكن يرتفع أكتر لأن الدين بيلعب دور خطير جدا في زيادة السعادة لدى الأفراد نعم أرجو أن تبقى معنا ضيفي الكريم من القاهرة دكتور سمير عبد الفتاح سنعود بعد الفاصل ونستكمل حديثنا في بين قوسين عن مؤشر السعادة العالمي ولماذا دولة فنلندا تحتل المركز الأول في عامها السادس على التواني اشتركوا في القناة وجدد التحية مشاهدين في بين قوسين عندما ظهر لدينا مؤشر السعادة العالمي أو تقرير السعادة العالمي اختلف الكثيرون بشكل نسبي في تفسيرهم لمعنى السعادة للإنسان هناك من يقف على أسباب مادية ويقول المال يخلق السعادة وهناك من يقف على أسباب معنوية ويقول القناعة هي سر السعادة بغض النظر عن نسبية حكمنا على مفهوم السعادة هناك معايير دولية وضعتها الأمم المتحدة جعلت من دول تتقدم بمراتب عن غيرها وبالتأكيد كوننا قناة اقتصادية نعلم جيدا أن الدخل الفرد العادل الذي يضمن له كرامة عيش وفائد أيضا هو سبب للسعادة ضمان مستقبل الإنسان توفير خدمات صحية وشكل تعليمي مبهر يساعد في الحياة هي أسباب للسعادة توفير السلام والأمن والحماية والعدل هي أسباب للسعادة أعود من جديد إلى ضيفي من القاهرة دكتور سمير عبدالفتاح دكتور سمير تحدثنا في الشق الأول من البرنامج عن بعض المعايير المادية وأذهب الآن إلى جواب فنلندا للأشخاص الذين قالوا ما الذي تمتلكونه ولا نمتلكه جميعنا بشر وجميعنا لدينا مياه وأرض ويابسة وغيره ما الذي يميزكم ليش مدارسكم أفضل ليش تعليمكم أفضل وغيره جاء الرد كالتالي طيب إحنا ست سنوات على التوالي يا دكتور في المركز الأول حنقدم هدية تقدم أنت بطلب لزيارة فنلندا حنتفع لك التذكرة والإقامة في منتج عراقي عشان تعيش التجربة الفنلندية وسيقع الاختيار على عشرة أشخاص وهنا تؤمن فنلندا دكتور بأن الفرد يحقق السعادة عن طريق التوازن في الحياة والتدريب هل ممكن ندرب الإنسان حتى يكون سعيد يعني أولا فنلندا دي دولة زيارة مش كبيرة دولة ما كانتش غنية أو زي الكويت وزي مش عارف السعودية وزي دول موجودة وزي أمريكا وزي بريسا ما كانتش غنية بهذا الغناء لكن العلاقات الموجودة بين الأفراد في الشعب الفنلندي خدت بالك متوازنة يعني إيه؟ فيه علاقات حب فيه علاقات إنتاج فيه علاقات صحة فيه علاقات في التعليم فيه علاقات في كل صغيرة وكل كبيرة في هذا الأمر وبالتالي ارتفعت فنلندا دي بقت نموذج من مفهوم السعادة العالمي اللي هي بتجري عليه وفي نفس الوقت عندها مهارات للأفراد بتاعتها عند المهارات بتاعتها بتقدر تلعب دور خطير جدا في تثبيت مفهوم السعادة العالمي نعم مش أنا مفهوم السعادة كده عندي وخلاص وأنا قدما عندي فلوس ياباني عندي مهارات لا أما البلاد العربية بلاد العربية كتير جدا عندها فلوس كتير جدا لكنها لا تملك أي نوع من المهارة في مفهوم السعادة العالمي عشان كده المراكز بتاعتها متدنية جدا يعني لبنان عندك دولة متدينة أوي متدنية أوي أوي في مفهوم السعادة العالمي الكويت 81 درجة 81 على المستوى العربي 21 على المستوى العلامي لا يبقى المهارات التي تكتسبها يكتسبها الأفراد في داخل الدول عندنا خط بالك ما بيقدروش يحققوها يعني يقدروا تنفيذها على أرض الواقع عندما أقوم بتنفيذ هذه المهارات على أرض الواقع أنا أقول لك إن إحنا نقدر نحقق مفهوم السعادة ونقول لك عشان في لندن أما تيجي ست سنين وارا بعد بتكسب لأنها مفهوم عالي المهارات بتاعتها عندها مهارات عالية جدا في كل حاجة بتختم بعض طيب دكتور مش الفلوس اللي عندهم كل شيء لأ عندهم العلاقات بين الأفراد وتكريم الأفراد اللي عندهم هي الأهم جدا من المال إحنا عندنا المال هو المهم جدا ويقول إن إحنا عندنا السعادة بيحقق السعادة أقول لك لأ المال ما لا يحقق السعادة وبعدين العدل أساس الملك مين قال لك؟ هتلاقي في لنده العدالة عندهم بين الأفراد وبين بعضها عدالة مرتفعة جدا إحنا ما عندنا عدل أساس الملك عندنا اللي هو مفهوم إسلامي رهيب جدا طيب دكتور اسمحي ويقول إن العدل عندنا إحنا عندنا المال أساس الملك هنا المال ما ينفعش ما ينفعش إن المال هو أساس الملك اسمح لي دكتور لن نختلف ما هو سر السعادة بالمفهوم الفنلندي إذا كانت هي المعيار أو المقياس ولم تكن المهارة هي يمكن اكتسابها لأن أكون سعيد هل تعتقد أن التوازن بين العمل والحياة التوازن بين العمل والحياة يخلق سعادة ألا أكرس أكثر من نصف يومي للعمل أو العكس تماما التوازن التوازن بين العمل وبين الحياة مهم جدا عندهم مهارات عالية جدا بيقدروا يعملوا توازن بين العمل وبين الحياة لأنهم عندهم مهارات عالية جدا في الإنتاج إحنا ما عندناش مهارات خالص في الإنتاج إحنا تعالي شوفي مصر أنا أقولك على مصر الشباب الصغير إحنا عندنا يجي 60 مليون شاب أو أكثر من 60 مليون شاب قاعدين على كفهات مش عاوزين يشتغلوا مش عاوزين يبقى عندهم مهارات اكتساب اكتساب السعادة السعادة العالمية مش عاوزين هم عاوزين فلوس اللي يديهم فلوس يبقى هم دول الناس لا البلاد العربية كلها كلها بتجري على الفلوس وما فيش حاجة غير على الفلوس الفلوس إيه إحنا عندنا فيه مسأل بلدي الفلوس مع التعوس ومع التعوس يعني ما هيش لا والمسأل بقول لو تجري يا دكتور يا دكتور المسأل بقول لو تجري قري الوحوش غير رزقك ما تحوش واسمح لي في هذا الأمر هو شيء واقع أيضا يجد الفلنديين بأنه أسلوب الحياة الواقعي يضمن السعادة كما يجد أنه علاقتك الوثيقة مع الطبيعة تعزز السعادة ما هي يعني علاقتنا الوثيقة مع الطبيعة يعني إحنا وسط دول العالم يعني العالم العربي معظمه هنجد دول العالم العربي كله في وسط دول العالم أما نجي نبص للطبيعة الموجودة في هذا الوسط العالمي هنجد إن إحنا عندنا أشياء كثيرة جدا من الطبيعة نقدر درجة الحرارة المية الزراعة الصناعي حاجات كثيرة لكن إحنا لا نستطيع أن نحقق هذه الأشياء في ظل مفهوم السعادة العالمي يعني مفهوم السعادة العالمي عبارة عن مجموعة من المعايير بتعمل لها كل دولة ونشوف ونجيب مجموعة من الأفراد نسألهم في المعايير دياً إنت ده أبي إنت فيه تعاون بين الدولة بينك وبين الدولة يقول لك آه لا ده أنا مفيش معايا تعاون في دولة تانية لا ده ده دولة تانية بقى ده ما فيش عدالة ده ما فيش كذا ده ما فيش كذا المعايير اللي موجودة عندنا خذت بالله أنا أستطيع أن نحققها أو لا أنا أستطيع أن نجعلها على أرض الواقع علشان نقدر نحقق مفهوم السعادة العالمي طيب أنت ذكرت بأنه الكل يقول بأنه المال يصنع السعادة ولكن يبدو أنه مش المال اللي هو فقط يوفر لك حياة كريمة هنا نتحدث عن مال وفير جدا والفنلنديين يقولون بأنه لديهم أسلوب حياة واقعي يعني ليس بالضرورة أن يمتلك سيارة وإحنا لأحنا عندنا الطموح الخيالية السيارة الفارهة جدا يقول لك أنا بكون سعيد لو عندي فراريا أو عندي هاي السيارة أو أكون سعيد لو تملكت العقار وعندي فيلا فيها خمس أواض ومار الفنلندي يقول أنا لا أحتاج هذا كله فهل تعتقد أنه القناعة سر في السعادة أيضا لأنه هو الفنلندي بيقول لا أحتاجها لأنه عنده قناعة أنه هو يقدر يقوم بدون السيارة الفارهة يقدر يقوم بالعمل كتير جدا إحنا ما عندناش ما نقدرش نقوم بالعمل يعني أنا كنت ليه واحد صاحبي عشان العربية موديها وجايبة حطت معيس فيها مش ممكن العربية بتيجى علشان أفراد اللي تركب فيها وتوصل من مكان إلى مكان لكن تقبل مئيز موجودة في قلب العربية ده صعب جدا ما ينفعش نعم ما ينفع مستوى التعليم بقى متدني جدا لأن السعادة برضو مش هتيجي إلا بمستوى مرتفع من التعليم أو فهم بلاش مستوى فهم مرتفع من التعليم إذا كان عندنا فهم مرتفع من التعليم نقدر نحن نحق سعادة بدون هذا الفهم أيضا وجد التقرير أنه تحديدا الدول التي تأتي بتأخرة على مؤشر السعادة يؤمن أفرادها بأنه اقتناء الكثير من الممتلكات سبب للسعادة حتى لو الممتلكات كانت موبايل فخمه وليكون مثلا دهب كثير للزينة ولا غيره يعني هم يقصدوا بذلك بأنه الإنسان في فنلندا والدول أيضا الإسكندنافية التي تأتي على رأس القائمة هي تحاول أن تدخل أموال التي تدخرها في تجارب في الحياة بمعنى يروح رحلة في الغابة يقوم بتجربة مثلا تزلج على الجليد هنا قيمة الحياة لديه بينما وجد الدول المتأخرة قيمة الحياة في كمية المقتنيات هو بيستخدم الفنلندي ده بيستخدم العقل والتعليم اللي موجود عنده عشان يقدر يحقق أشياء يقدر يكتسبها لكن عندنا في العرب مفيش ما بنقدرش بنقدرش ما نقدرش نحقق يعني مكتسبات جديدة كده عليه لا إحنا في العرب عاوزين فلوس عاوزين عربية الأول عاوزين موبايل عاوزين مش عارف شاشات في قلب العربيات عاوزين حاجات كتيرة جدا غريبة مش هي دي اللي بتحقق المفهوم السعادة العالمي مفهوم السعادة العالمي الصحة شكلها إيه التعليم شكله إيه اللي عندي العلاقات بين الأفراد العلاقة بين الأفراد مهمة جدا إحنا عندنا العلاقات بين الأفراد متدنية جدا أشكر وقتك يا دكتور أشكر وقتك جزيلا عندنا ما فيش حب عندنا ما فيش علاقة يعني أنا تمنى أن نكون متفائلين ومفتحين ونغير ثقافتنا وموروثنا وأشكرك جزيلا الشكر لوقتك دكتور سيمير عبد الفتاح العميد السابق للمعهد العالي للخدمة الاجتماعية شكرا جزيلا لك بهذا نكون قد وصلنا معكم مشاهدين إلى نهاية طبعا حلقة لهذا الأسبوع من برنامج بين قوسين شكرا المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة